سلام عليكم متاحية طيبة لكم محببين قناة كريم كسر إنما كنتم مرحبا بكم عام جديد في هذا الفيديو نهضر على جوجة دي الموضع مهمين نهضر على مستقبل علاقات المغربية البريطانية والاعتراف دي البريطانية الوشيك إن شاء الله بالصحر المغربية تخلي بريطانيا عن إسبانيا وتفكير في المغرب وغد نهضر على الشركات العملاقة البولونية اللي غدتنتج مصنع لصناعة الآئرات المروحية وأيضا تشييد الأكبر ميناء للشحن العابر على المستوى الإفريقي بمدينة الدخلة الدخلة اللي غدتولي دبي إفريقيا إن شاء الله وغادي نفهمكم بالضبط هتشنون مع المقصود أن الدخلة غادي تصبح دبي إفريقيا فمواضيع مهم هنتقاس معكم في هذا الفيديو إن شاء الله وغنعطيكم ديتي دي كل موضوع باش غتفهموا بالضبط يعني المغرب را خدام خدام صراحة يعني بزاف ماشي غي شوية وكنت منو أن إن شاء الله هاتش يدي تكمل وكون شي يكون على ما يرم في المستقبل القريب إن شاء الله عدروني شوية عندي وحد نزلت برد دعو معي بالشفاء العاجي إن شاء الله فدعوة الغريب مستجابة غادي يكون شوية هكارة لكم عارفين عندي الرواح علاقة بالحال فنهضروه لعلاقة المغرب بريطانية كما كتعرفوا المغرب من بعد ما خرجت بريطانيا من انتحاد الأوروبي كتعرفوا أن بريطانيا والسوق البريطانية من أحسن من أفضل سوق بالنسبة لإسبانيا كانت لأن البريطانيين هم أحسن كليين كانت عند إسبانيا بشو جدي الحواج لا في السياحة ولا في العقارة البريطانيين قلزة بصفة عامة من يكنوا كيجور إسبانيا ومياناس كيخسروا الفلوس وكيجيوا كيسانويا وجوج مرة في العام وكيشريوا عقارات في إسبانيا هذي الناس هذو البريطانيين من يخرجوا من الانتحاد الأوروبي قاعد نقال زالي كانوا شريين ديور هنا في إسبانيا ولو كيبيعوهم صعوبة ديال هذيك التراميتي ديالذيك الوراق اللي ولد دابا بعد ما أنه خرجت من الانتحاد الأوروبي بريطانيا فخلى البريطانيين داروا بالناقص ما بقاش يشريوا ديور في إسبانيا ولا دابا تفكير في المغرب هذي واحد نقطة ليه مهمة بزاف وذي واحدة سكتور هي واعدة بالنسبة للمغرب لا في مجال العقار ولا في مجال سياحة لذلك لذلك كان طالبه كنطالبه وزارة التربية والتعليم الدير إكس الائل تسمنوا ولا تغني من جوع نعم للغة الإنجليزية لغة المشتقبل واللغة الواعدة ولغة العالم واللغة الأبحاث العلمية واللغة اللي هذي تقدمنا إن شاء الله القدام مدب أن المغرب منفتحة للعالم اللغة الإنجليزية نعم للغة الإنجليزية ولا للغة الفرنسية اللغة اللي خلتنا اللور لور. صراحة لأن السوق البريطانية هي سوق واعدة لف مجلد العقارة كما قلنا لأن البريطانيين غادي يفكروا في المغرب بما أن بريطانيا يعني طورت العلاقة ديالة مع المغرب تطور مهم بزاف. والدريع ذلك هو أن المغرب غادي يعطي للبريطانيا أكبر خط ديال الطاقة الكهربائية اللي غادي بشي من المغرب حتى البريطانيا. وغادي تعطي تزويد سبعات المليون بريطاني بالطاقة. والاعتراف ان شاء الله دير بريطانيا قريب بصحراء مغربية. وبريطانيا تستفد من المغرب بزاف. والمغرب هي السفح ثواء بريطانيا. لا في مجال السياحة ولا في مجال يعني العقارات لأنه أحسن الكليان اللي كانت عند إسبانيهم من القلزة أو دابا. لذلك كان طالبوا أن فرنسة المقرر خلصة تحيد. خلصة تولي اللغة الإنجليزية هي اللغة اللي خلصة نقرأها من بعد اللغة العربية لأنه اللغة لا بتطوير العلاقة دينا سواء مع الانجليز ولا مع الميريكان ولا لأنه لغات العالم ولا حتى بالنسبة لأحباعات العلمية لأنه هي لغة المستقبل صراحة هي اللغة اللي كانت. فهذا كي يجي الدور ديالوزارة السياحة صدير خدمة ديالها وحتى الناس ديالفنانس خاصهم يعني يتعلموا اللغة الإنجليزية ويزيدوا يحطوا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي ويزيد يبينوا انجلزة يعني الجمالية ديال البلاد في الستمارات في الشراء ديال العقارات إلى غير ذلك لأنه سوق سوق وعيدة لأن الفرنسيين بصيفة عما وخا كي يجيو سياحة المارين ما كيغاستروش الفلوس بزاف الفرنساوين قرزازين ما كيخرسوش الفلوس بزاف ما كيخرس فلوس بزاف وقعد فوقات شي هذا مني كيجريش يجريش عقار ولا كيبقى تشتر معك كده بحل المغربة كيشتر معك فرنساوين كتقولوا التامان ديالشي أبارتما ولا شي فيلا ولا كيما كيجيش ماشي بحل الانجليزي الانجليزي هكا تشكره في شحر اللي كتوريك يقول العقلية مختلفة العقلية ديال فرنساوي إذا هنا غادي يستفدو إن شاء الله إحنا من إنجلاتيرا لا في الاستثمار ديالها ولا في الناس اللي غادي يحبو أنه مشتروا العقار في المغرب ولا السياحة الانجليزية الناس اللي كيخلصوا يخسروا الفلوس ومنه كيمشي يأكلوا في الستورا كيخلوا بروبينة كيخلوا بورفور ما سيبحى الفرنساويين وكلكم ركا تتفقوا معلات القادية هذي أنا كنا نهدر معكم بحكم التجربة ديالي ديال عصراء ديال السنوات من احتكاك مع جنسيات مختلفة حتى كيت مع الفرنسيين وانجلزا وحتى كيت مع الفرسباليونيين وهولنديين بلاجكا إلى غير ذلك فصراحة انجلزا كيبقوا هما الأفضل بصفة عامة بالنسبة لأوروبا كليان اللي كيخسر الفلوس وكيخلي البورفور فخصنا نتمو بهذا الناس هذو لأننا غدا نستفدو منهم هذي من الناحية اللي كما قلنا أن الدور ديال وزارة السياحة خاصة خدمة خدمة ديالها مع هذي الناس ويتكسر من الفيديوهات باللغة الإجليزية يتحطى في مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل بريطانيا إن شاء الله باش يكون يعني ذلك شي اللي أوروبا بغا تزمتنا فيه بريطانيا إن شاء الله غادي يكونوا معهم زيان فكندون كلكم التفقين على فرنسة المقاررة خد ديالة إكس كندون كتنقوا معي واللي عنده شي شي تعليق يكتبو في في أول تعليق غادي يهدرو ديبا الموضوع الثاني اللي جيت نهدر معكم فيه اللي عنده علاقة بالشركات العملاقة البولونية اللي غادي كيما كيقول رئيس البيعة الاقتصادية البولونية في المغرب سنفتح ومصنع نصنع الطائرات المرحوحية في الصحراء والدخلة ستصبح دبي إفريقيا شركات بولونية واعدة غادي تستثمر استثمارات هائلة في الصحراء المغربية على رأسها الدخلة والعيون ومن المرهد الاستثمارات هذه بينها يعني تم تتشيد أو تشيد أكبر ميناء للشحن العابر على المستوى الإفريقي في الدخلة إلى جانب بنية تحتية قوية قيد الإنشاء مخصصة لمصنع الانتاج المستقبلية وهذا هو السبب اللي تخلي أن المغرب يعني كما قلوا مستهدف وتشيادرها يعني أكد الفعل كما يقول الخبر أكد الفعل الاقتصادي في حديث مع الموقع الإلكتروني البولوني أن قطبا اقتصادين عملاقا بصدد تشكيل في جنوب المغرب والذي ستقول له إنعكاسة مفيدة على ملايين الأشخاص الذين يعيشون في القرى الإفريقية يعني صراحة مستقبل واعد ينتظر الصحراء المغربية إن شاء الله والمغرب رخدام صراحة هاتش هذا كيبين أن المغرب رخدام صراحة في الاستثمارات اللي هي غد عود بالنفع للبلد دينا وغد عود بالنفع لنا بوحد القطاعات اللي هي كتيرة بزف وغد تعطيه وحد الوزن للبلد وهاتش ولي كي خلي المغرب أنه يعني راكم عارفين ما غني هرسوه ما غني هرسوه مع الأسلف الشديد ولكن الحمد لله لأن الخدمة كينا هنا كنفهموه بأن سواء في الاستثمارات لا في هاد الشركة البولونية ولا للإنجليزية ولا حتى الامريكانين يعني علش قلنا بأن الدخلة غد تكون دوبي آآ إفريقيا مش نو مشي ديك العمارات الطوارين ولا مشي هكا بالجلب الاستثمارات الخارجية مدينة الدخلة أصبحت قطب دي الجلب الاستثمارات الخارجية دوبي تعتبر أفضل مدينة بالنسبة للدول العربية أفضل إمارة لأنها هي إمارة في الدول العربية بصفة عامة دي الجلب الاستثمارات الخارجية الفرنس الناس كيجيوا كيستثماروا في دوبي استثمارات الخارجية في دوبي يعني الطب واحدة من الأفضل في العالم زيد على ذلك السنغافورة السنغافورة هي عوديني من أفضل المنطقة دي الخصبة دي الاستثمارات الخارجية اللي كيجيوا أصحاب الفرنس السمياء اللي كيحطوا الفلوس وكيستثمروا زيدة على الهونغ كونغ هونغ كونغ اللي كنا في الصين اللي هي ولاية مستقلة الهونغ كونغ يعني سبق لأنها كانت مستعمارة بريطانية سابقا العدد السكان دي لا كيتقدر بسبعاد المليون وشي حاجة ولاية هونغ كونغ احتها هي يعني قبلة دير المستثمرين مدينة الدخلة والصحرة بصفة عامة ولكن مدينة الدخلة على رأس هاد المدن كاملة قبلة لاستمارة الخارجية والفنانس هادشي اللي يبغينا واتشي اللي يخدم عليه المغرب واللي غادي يعيد بالنفع على البلد دينا ان شاء الله فالبلاد رأخدامها والصحرة ان شاء الله مغربية والاعترافات رأها جاية وكل شي غادي مزيلا المغرب رأخدام في صمتها اخوان وغادي يكون ان شاء الله الايمان القادمة هتوعد بالشيء اه المطلوب ان شاء الله فالذك شي كما قلنا يعني المغرب غادي فتشيادة خسي يكمل ولكن باقي حاجة واحدة اصلاح المقارات التعليمية ضروري ومؤكد واللي امتفق معي اكتب تعليق فرنست المقرر يجب ازالتها اللغة الفرنسية ولت صافي مشات مات للحوت ما بقاتك تعطي الوالو كزرب اللونغلي تقدر تسارى بها العالم دا الفرنسي فان ادي تسعملها فرنسا بلجيكا وشوية في كندا فرنسي اللونغلي لغة العالم اللغة اللي المغربة شعبي يتقنوا اللغة الاجليزية الشعبي يعني بغا يقرأ يعجبوه اللغة بصفة عامة جميع اللغات لذلك اخصنا اللغة الاجليزية ان شاء الله تكون هي الاجتماعي في صفة عامة يعني فرنساة المقرر خاصة دللا اكس وتفكير في اللغة الاجليزية لغة المستقبل هاتشي اللي بغن نتقصر معكم الاخوان في هذا الفيديو المواضيع صراحة كانت مهمة كانت منعلكم تصفتو دلونا اللايك بارتاجيو في الفيديو القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته